بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى متوسط أولياء الأفاضل مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا بعدما عرض عليكم موضوع الاختبار الثاني حلين التمرين الأول إليكم حل التمرين الثاني التمرين الثاني يقول اختزل كل من الكسرين 45 على 50 و 72 على 93 كيف أختزل كسر شوفوا معي الطريقة أبسط طريقة هي كالتالي شوفوا معي إذا يلا مع بعض نبدأ ونسمي ونقول بسم الله رشتكون البركة في حملين إذا عندي الكسر 45 على 50 دائما يطلب منكم اختزال أي كسر نبدأ بالترتيب نبدأ بالعدد ونبدأ بالعدد الثاني يقول لا لماذا لأن احده ليس عدد زوجي خمسة ليس عدد زوجي إذا نحذني نولي العدد الذي يليه ثلاثة هل لازم يقبل البسط والمقام على نفس القاسم 45 هل يقبل القسمة على ثلاثة أقول نعم لماذا لأن مجموع أرقامه كنجمع الأرقام خمسة زائد أربعة تسعة تسعة يقبل القسمة على ثلاثة ثم نجي لخمسون خمسون يقبل القسمة على ثلاثة لا يقبل إذا نحذ ثلاثة نولينا الأربعة وهكذا حتى نلقى قاسما مشترك إذن نتابع هل يقبل قسمة على أربعة لا يقبل قسمة على أربعة 45 لا يقبل قسمة على أربعة إذن نولي العدد خمسة هل يقبل 45 على خمسة نعم لأن أحده هو خمسة خمسون هل يقبل على خمسة نعم يقبل لأن أحده سفر نذكركم بقواعد قبلية القسمة طبعا كل هذه الدروس وجودة على قناتي لمن يريد أن يفهم أكثر وأكثر ما عليه إلا العودة لهذه الدروس إذن مش رح ندير الطريقة هي كالتالي إذن أختزل أو نقسم عفوا العدد 45 على خمسة البسط على خمسة المقام على خمسة حذاري لازم كي نقسم نقسم على نفس العدد باش يبقى الكسر مساوية إذن كي نقسم 45 على خمسة وش يمدلكم رح يمدلكم العدد 9 وهذه موجودة في جداول الضرب 9 في 5 هي 45 ثم كي نقسم 50 على 5 تخرج لكم عشرة طبعا ملاحظة ممكن استعمال أهل الحاسيباء نقسم 45 على خمسة يمدلكم تسعة ونقسم 50 على خمسة يمدلكم عشرة وبالتالي حصلنا على كسر غير قابل الاختزال اختزلنا هذا الكسر لأن 9 وعشرة وهذا عدد فردي وهذا عدد زوجي لا يوجد أو لا يوجد قاسم مشترك بينهما إذن أتركه هكذا هذا هو الكسر اللي اختزلناه بعد 45 على 50 نولي الكسر الثالث 72 على 93 أستعمل نفس الطريقة هل يقبل على 2 ولاحظ أن المقام لا يقبل على 2 إذن نولي العدد 3 ثلاثة 72 هل يقبل على ثلاثة كنجمع 7 زائد 2 تسعة 72 يقبل على ثلاثة ثم 93 3 زائد 9 12 يقبل على ثلاثة إذن نقسم البسط والمقام على ثلاثة أستعمل الآلة الحاسبة باش نسهل لي الأمر ونقسب الوقت كنقسم 72 على ثلاثة يخرج لكم 24 على كنقسم 93 على ثلاثة يخرج لكم واحد وثلاثة إذن تحصلنا على الكسر غير قابل الاختزال واختازلنا الكسر 72 على ثلاثة وتسعين على ثلاثة وتسعين ويصبح هذا الكسر مساوي لهذا الكسر أنتقل على بركة الله للسؤال الثاني إذن وش يقول سؤال ثاني إليك المستقيم المدرج عندي مستقيم مدرج إذن 0 1 2 3 علم النقاط التالية إذن عندي A B C D E F نعلم هذه النقاط كيف أعلمها بطريقة التالية دائما قبل ما تبدأوا في تعليم النقطة رح أهتم بالوحدة التاعي الوحدة التاعي تبدأ من سفر إلى واحد هذه هي الوحدة هذه هي الوحدة التاعي ولاحظ أن الوحدة مقسمة إلى كم جزء نحسب واحد نين نين تلاثة أربعة خمسة ستة أجزاء إذن شحال من سفر الواحد جزء هذا يمثل واحد على ستة إذن الجزء من هذه الوحدة يمثل واحد على ستة ثم هنا نين على ستة وهكذا حتى نوصل الواحد اللي هو ستة على ستة هذه معلومة فقط كي نضيف الجزء واحد على ستة وش يوليلي يوليلي هنا واحد فاصل ستة ممكن هنا نكتب هنا أعتذر قلت لكم واحد زائد واحد على ستة إذن يمثل هنا واحد زائد واحد على ستة وهكذا نولي تعيين النقاط نبدأ بالنقطة مثلا أف أف هي سفر فاصل خمسة أسهل نقطة لماذا لأن عندي سفر فاصل خمسة كأن عندي واحد على ثنين يعني نصف الوحدة إذن كأنني عندي أف لواحد على ثنين أو ممكن نضرب هنا في ثلاثة ونضرب هنا في ثلاثة ويخرج لي هنا ثلاثة على ستة إذن ندي ثلاث أجزاء من ستة إذن نبدأ نحسب واحد ثلاثة إذن النقطة أف تقع في هذا المكان ثم أتابع النقطة أ خمسة على ستة إذن وش معنتها خمسة على ستة رح ندي خمسة أجزاء من الستة أجزاء يعني الوحدة التاعي مقسومة على ستة أجزاء رح ندي خمسة منها نحسب واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن نقطة أ تاعي تقع في هذا المكان إذن نكتب أ أتمنى فقط أن يكون واضح أتابع إذن كيف لكم النقطة على الشكل هكذا ثلاثة نقص واحد على ستة أول خطوة وش رح ندير راح نجمع الكسرين إذن أوحد المقامات عندي ثلاثة على شكل ثلاثة على واحد أوحد المقامات هنا نضرب في ستة وهنا نضرب في ستة ممكن كاي طريقة أسهل شوفوا معي ثلاثة نقص واحد على ستة نجيل ثلاثة هاي لك ثلاثة إذن نولي للوراء بجزء واحد من ستة إذن النقطة التاعية راح تكون في هذا الموضع ولكن نشرح لها لكم بطريقة ثانية شوفوا معي عندما أوحد المقامات التحصل على التالي ثلاثة في ستة كم ثمانية عشر ناقص واحد على ستة بعدما وحد نحسب أنا عندي كل جزء هو واحد على ستة نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر اجيت في نفس الموضح إذن اتقع في هذا المكان شوفوا معي دي سبعة على اثنى عشر وش عندي هنا ما عندي المقام على ستة في هذا الحال وش رح ندير إذن في هذا الحال رح احول الكسر التاعي من سبعة الى اثنى على اثنى عشر لازم نحول على شكل كسر مقام هو ستة باش نتحصل هنا على ستة وش رح ندير رح نقسم اثنى عشر نقسم على العدد اثنين ولكن ثلاثة فاصل خمسة على ستة وش معنتها ثلاثة فاصل خمسة من ستة اجزاء يعني ندي ثلاثة ونصف نبدأ نحسب واحد ثلاثة ونجيل النصف نصف بتاع واحد على ستة رح تقع النقطة دي التاعي في هذا المكان التمنى فقط ان يكون واضح نكتب ها بدع مغايد باش شوفوها جيدا اذا هي لك النقطة د وتابع بقت لنقطة اذا عينت النقطة ا بقت لي هي اربعة على ثلاثة شوفوا ما نحن الوحدة التاعي مقسمة الى ستة اجزاء يعني في المقام عندي على ستة وانا عندي اربعة على ثلاثة لازم احول هذا الكسر من كسر مقامه ثلاثة الى كسر مقامه ستة باش نتحصل على مقام مقام مقادد ستة وما نغير الكسر هنا في اثنين وهنا في اثنين اتحصل اربعة في اثنين ثمانية ثلاثة في اثنين ستة اذا نندي ثمانية اجزاء ثمانية على ستة واش معنى ندي انا نعلم ان كل جزء هو واحد على ستة اذا نخل ثمانية واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اذا اتوقف عند هذا الحد ونكتب النقطة ب تاح اخر نقطة هي ثلاثة على اثنين ولاحظ ان المقام تاح ثلاثة عن اثنين ما هو ستة اذا احول الى كسر مقام هو ستة باش نتحصل هنا على ستة فاش جيد اذا نضرب في ثلاثة ما ننساش ان البسط ايضا نضرب في ثلاثة اتحصل على ماذا ثلاثة في ثلاثة تسعة تسعة على ستة اذا نحسب التسعة اجزاء شوفوا معي واحد اثناني في كل مرة اعيد واحد اثناني ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اذا النقطة ستة تقع في هذا المكان ونكتب ستة اهتمل فقط ان يكون واضح لجميع اذا بعجلة نشرح لكم الطريقة كي يكون عندكم مستقيم مدرج نشوف نشوف الوحدة مقسمة الى كم جز اذا كانت سبعة اجزاء سنقول انه واحد على سبعة الجزء الاول واحد على سبعة اذا كانت مقسم على عشرة نقول واحد على عشرة اذا كانت النقاط معطات على الشكل كسر نوحد المقامات لازم تحصل على مقام اللي لقيت الجزء التاعي اذا كان واحد على سبعة وهكذا ونعين النقاط التاعي سلام الله عليكم بالتوفيق لجميع الى المرتقع ان شاء الله